بمشاركة أكثر من 23 ألف طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات السورية انطلقت تصفيات المناطق للمرحلة الثانية من منافسات الموسم الجديد للأولمبيات العلمية السوري بمواد الرياضيات الفيزياء الكيمياء المعلوماتية علم الأحياء كاميرا الإخبارية السورية عبر شبكة من المراسلين رصدت الأجواء والبداية من دير الزورة حيث تقدم 218 طالبا وطالبة ممن تأهلوا من تصفيات المرحلة الأولى نحن نركز على هذا الأولمبيات ونعطيه كل الأولوية والاهتمام باعتبار أن دير الزور خرجت إلى مرحلة جديدة بفضل إنجازات الجيش العربي السوري الذي حقق النصر على ساحة المعارك وفي حلب شاركت الله في المرحلة الثانية من الأولمبيات وتقام سلسلة اختبارات الأولمبيات خلال الفصل الدراسي الأول من العام وبشكل لا يتعارض مع التحصيل العلمي المدرسي للمشاركين ولا سيما في التصفية النهائية سيتم اختيار نخبة على مستوى المحافظة للتأهيل على مستوى المحافظة التي سيتم اختباراتهم بـ 26-11-2017 من كل مادة الخمس الأوائل على مستوى المحافظة والآن من ثم تأهله على مستوى الرابطة والآن تم الاختبار على مستوى الرابطة من كافة الوحدات التابعة لقطاع رابطة جول جمال والآن يتم الاختبار كلًا وفق مادته في الأولمبيات العلمية السورية إلى ريف حلب وتحديدا مدينتين نبول وزهراء التي شهدت مشاركة واسعة من الطلاب في اختبارات الأولمبيات العلمية رغم طبعا كل الظروف اللي صارت في مدينة حلب والحصار خاصة في مدينة نبول كانوا رفاقنا وطلابنا كتير متحمسين للمشاركات من خلال الأولمبيات العلمية السورية عم نحاول نخلي الشباب ترجع تنطلق وتكون كتير متحمسة نبني نرجع جيل واعي فكر علمي إن شاء الله بعلمنا نحنا ودراستنا نرجح سوريا كما كانت وأحسن إن شاء الله وفي حما أدى طلاب امتحاناتهم التي أجريت بنفس التوقيت في جميع المراكز المعتمدة بالمحافظة ويبلغ عددها 16 مركزا وضمن أسئلة موحدة تهدف الانتقاء النخبة كانت التحضيرات لإعتماد مراكز على مستوى كل رابطة كان عنا مشاركة من 12 رابطة شبيبية حددنا مراكز معتمدة لتكون كمركز اختبار للروابط طبعا نحن رح تم عملية التصحيح بالتعاون مع الموجهين التربوين من مديري التربية بحما نحن دائما مع اتحاد شبيبية السورة هناك تشاركية حقيقية في مجموعة من الفعاليات منها الرياضية ومنها التعليمية ومنها أيضا الترفيه أحيانا التي تخدم المصلحة التربوية وكما كل المحافظات التي جرت فيها الاختبارات العلمية كان لمحافظات حمص نصيبها والتي شارك فيها عدد من طلاب ضمن المنافسة في المرحلة الثانية مثل سوريا بالمحافظة العالمية ونحن نسبة للعالم أنه جيل الشباب سوريا رح نبنيها بالعلم وفي درعا تنافس أكثر من 700 طالب وطالبة في ثلاثة مراكز ضمن اختبارات الأولمبيات نسجل بالأولمبيات الكيميا لأني أحب الكيميا وحب أني لدي مجالات فيها وأني علامتي كانت كثير مليحة بالتاسع بالكيميا وإلى السويدة التي شارك فيها 1500 وخمس طلاب موزعين على تسعة مراكز وفي نهاية هذه المرحلة سيتم حساب نسبة المؤهلين وتصدر النتيجة مركزيا نحن اليوم جينا نشارك بمسابقة الأولمبياد كعضو باتحاد شبيب الثورة نسبة حالنا ونرفع اسم سوريا بين البلاد ونربح وننتقل لمراحل ثاني ونحن نحارف بقلمنا إلى الساحل السوري والبداية من اللاذقية التي شارك فيها عدد من الطلاب بالمنافسات خلال هذه المرحلة والتي تجري بطريقة هرمية ويتأهل الخمسة الأوائل في كل مادة إلى تصفيات المرحلة الثالثة على مستوى المحافظة ومنها إلى تصفيات نهائية التي تقام على مستوى سوريا في خصوصية لمشاركة طلاب مركز المتميزين بالأولمبياد على مستوى المناطق والخصوصية تجي من تدريب طلابنا المشاركة الفريق القديم دوما في تدريب الفريق الجديد نسبة نجاح تكون عالية جدا تقريبا من 100% بهذه المرحلة عمت أهل طلابنا وختام الجولة من ترطوسة التي شهدت الاختبارات التنافسية أيضا وكانت اختبارات الموسم الجديد لهذا العام انطلقت على مستوى المدارس في 29 من الشهر الماضي واستمرت خمسة أيام وبلغت حصيلة إنجازات الفرق السورية المشاركة في الأولمبيادات العالمية والقارية للعام الحالي 18 إنجازا توزعت بين ميداليات وشهادات تقدير